جميل لكن تعليق على الآية الكريمة تفضل بها الشيخ زايد والله هذه الآية كافية يعني أن يفأخر بها الصديق إذ يقول صاحبه يا سلام يا شيخ صاحبه صديقك تخير أن يقال هذا صديق رسول الله ما يكون هذا الآن أنت يا شيخ عبد الله أنت شيخ زايد لو قلت من صديقك تقول فلان معناها هذا وين يعني كلما علت منزلتك كانت عند الناس قالوا ما شاء الله شفتوا فلان ترى صديق فلا صديق فلا فكيف بصديق محمد صلى الله عليه وسلم آه بسيط أفضل الرسول بعد من اللي قال كلام هذا الله عز وجل موبل بشر تزكيات البشر مهما كانوا ناقصة سوى محمد صلى الله عليه وسلم لكن تزكية رب العالمين لا يمكن أن تكون لأنه يعلم ما كان وما يكون ولهذا ترضى الله عن الصحابة فلا يمكن أن يسقط عليه و هذا رد على أولئك المبتدع الروافض الذين يكفرون الصحابة كيف يكفرونهم والله عز وجل قد رضي عنهم كيف كيف تجي أنتم تتهمون الله بأنه لا يعلم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة يقول جابر كنا ألفا وأربعمائة قال صلى الله عليه وسلم والله لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة ألف واربعمائة من الصحابة كم تجعلون منهم مسلم خمسة ستة والبقية مرتدين يعني كانكم تقولون أن الله ما يعلم الله علم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم و أتابهم فتحا قريبا فالله هو الذي يزكى الصديق إذ يقول لصاحبه لا تحزن بعدين شو بلي بعدها إيش إن الله معنا مع من مع أبو بكر و معنا مع أبو بكر يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم و معك ما قال إن الله معي لا تحزن إن الله معي ممكن هذا جاء في موسى عليه السلام و بني إسرائيل إننا لمدركون قال كلا إن معي نعم نعم لكن هنا أحسن هنا قال إن الله معنا يعني معي و معك الله يا أخي و شلون كيف تكفرون هذا ما تفجلون ما تستحون يعني كل هذا و في القرآن وتقرؤون وتقرؤون به أنتم هم ما يقول هذه الآية كذب أبدا هم يقرؤون يقولون هذا من المصحف طيب أجيبني من اللي كان معنا بيقوله من هم يقولون أبو بكر لا أحد ينكر ترى هذا في كتبهم أن الذي معه في الغار هو أبو بكر كل هذا وتكفرونه وتلعنونه تفتتحون كلامكم اللهم العنصن مي قريش وجبتيهما و طاغتيهما و يقرؤون بكر و عمر و صاحب و صاحب أين نحن من هؤلاء و أين هؤلاء من الإسلام المهم نعود إلى الصديق رضي الله عنه من صفاته العظيمة اليقين هذا يتميز فيه عن الصحابة كلهم عنده في قلبه يقين يقين لم يبلغه أحد رضي الله أبدا كأنه يرى الجنة و النار بين عينه يعبد الله كأنه يرى كما جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم للإحسان أعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترىه فإن لم يرى ولذلك ما يقول الله عز وجل شيء أو يقول محمد صلى الله عليه وسلم شيء تصديق معقول ممكن هالي تجينا أحيانا هواجيس تتكلم مثلا عن شيء من نعيم الجنة شيء خيالي شيء خيال في الجنة شجرة في الجنة يسير في ظلها الراكب على الجواد المضمر مئة عام اللي يقطعها الله مئة عام أقول مئة عام يشجره واحدة بس هذه معقول ليست في موازين الصديق رضي الله قال الله شيء ما يحتاج يقين تصديق ولهذا حصل موقف الإسراء والمعراج الذي تميز به الصديق على غيره لما حصلت وفعلا هو بقياس العقل البشري الناقص طبعا وليست التام ما يمكن يكون الذي لا يصدق ولا وحي من مكة إلى القدس إلى السماء السابعة يمر بكل سماء فيها أنبياء وملائكة أسلم عليهم إلى السماء السابعة إلى سدرة المنتهى إلى الجنة إلى النار يكلم الله يفرض عليه الصلاة خمسين أربعين ثلاثين إلى خمس ويرجع إلى الأرض يصلي ثاني مرة بالأنبياء ثم يرجع إلى فراشه ولا يزال دافئا يعني بمقياس البشر سوالف أولا لا مقياس البشر المحض البعيد عن النصو مجهل وعطبا وشيبا وربيع وربيع ارتدوا قالوا هذه ما تدخل العقل مثل ما يقول كثير من الناس اليوم إلا هذه ما تدخل العقل لو الله لا تدخل العقل ونص والله هنا تدخل العقل لو كنتم كإيمان أبي بكر ولذلك شوف كيف الصديق رضي الله عنه لما لما النبي صلى الله عليه وسلم حدث بهذا وتكلم وحق بالنسبة إله عليه الصلاة والسلام وما يتكلم بالبوحي أمنون بالغيب نعم فأخبر فقريش بدأت تضحك فقالوا يا محمد لو جمعنا لك الناس تخبر بهذا قالوا نعم يجمعون الناس مبسوطين لأنه فعلا صارت فتنة وفي ناس ارتدوا فصاروا يدورون على الصحابة عشان يرتدون أتسمعتم ما قال صاحبكم أتسمعتم حتى جاءوا طبعا بدأوا بالصديق بكر هذا لو كسبوه بالنسبة لهم شيء عظيم الرجل يعرفون رقم واحد في الإسلام جاءوا إليه يا با بكر أسمعتم قال صاحبك قال ما يقول قالوا يقول كذا 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 أحقا قال ذلك قالوا نعم قال إن كان قال ذلك فقد صدق رضي الله عنه طبعا صدما بالنسبة لهم صح ولا لا بس شوف الرد المنطقي تعجبوا قال بل عجبا لكم أنتم يا معشر القريش أنا أصدقه في خبر السماء كل يوم يقول قال الله لي صباح مساء ولا أصدقه في هذا يا خنا أمنت به ابتداء أننا رسول الله ما يمكن يكذب على الله مدام أني مصدق أنا في داخلي أن رسول الله مستحيل يكذب على الله كلام منطقي وعقلي كلام منطقي وعقلي قريش اللي كانت تستبعد هذا الأمر في هذا العصر دعك من رحلة المعراج الإسراء من مكة إلى القدس لو واحد قال لك أنا بروح الآن أنا في مكة بسافر من مطار جدة ملك عبد العزيز إلى القدس و برجع نفس الليلة تستغرب ما تستغرب عادي أو لا لا عادي